بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله أعزاء الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد سنمر الآن إلى شرح المحور الخامس حيث سنقوم بشرح أهم الطرق لتحذير الألكنات ثم سنقوم بشرح أهم تفاعلاتها هذا المحور إذن ننقسم إلى جزئين الجزء الأول يتضمن شرح أهم الطرق لتحذير الألكنات ثم في الجزء الثاني سنقوم بشرح أهم تفاعلات الألكنات إذن بداية بالجزء الأول حيث سنقوم بشرح أهم الطرق لتحذير الألكنات يتم تحذير الألكنات انتلاقا من اختزال أو هدرجة الألكنات والألكاينات تختزل الألكنات بواسط الهيدروجين في وجود عامل مساعد مثل البلاتين أو النيكل كذلك يمكن استعمال بلاديوم وتتكون الألكنات خلال هذا التفاعل العام التالي أمامنا حيث يتم اختزال الرابط باي وتتحول بالتالي إلى روابط سيغما مع الهيدروجين كذلك الأمر بالنسبة لاختزال الألكنات نفس العملية كذلك تتم بوجود النيكل بلاتين أو كذلك الفلاديوم حيث يتم اختزال الروابط باي وتتحول هذه الروابط باي إلى روابط سيغما مع الهيدروجين الذي تم إضافته الطريقة الثانية لتحضير الألكنات تتمثل في تفاعل جرينيارد يتفاعل في لز الماغنيزيوم مع هاريدات الألكيل كهما هو الأمر في التفاعل العام التالي إذن هاريد الألكيل مع الماغنيزيوم في وجود الإثر الجاف كمذيب ليعطي في مرحلة أولى كاشف جرينيارد ثم في مرحلة ثانية تفاعل استبدال النيكليوفيلي لتكوين الألكان التالي ويعطينا كذلك أم جي إكس 2 سنقوم إذن بشرح هذا التفاعل في الفيديو التالي إذن مع وجود هاريد الألكيل والماغنيزيوم مع وجود المذيب المتمثل في الإثر الجاف نتحصل على كاشف جرينيارد كما تلاحظون فإن الماغنيزيوم يتميز بقدرة على أن يعطي إلكترونات فبالتالي إذن خلال وجوده بين الرابط بين عنصر إكس وبين الألكيل فالماغنيزيوم هنا في الرابط يقوم بدفع الإلكترونات في اتجاه الألكيل وبالتالي إذن يصبح لدينا في هذه الرابطة القتبية شحنة جزئية سالبة من هنا وشحنة جزئية موجبة من ناحية الماغنيزيوم وبالتالي إذن الألكيل في هذه الحالة يتميز بصفة النيكليوفيل باعتبار أنه يحتوي على شحنة قتبية أو شحنة جزئية سالبة هذا الخاصية أو هذا الألكيل يتميز بخاصية النيكليوفيل الجيدة بحيث يمكن له القدرة على مهاجمة الإلكتروفيل الإلكتروفيل هي الجزئيات التي تحتوي على شحنة جزئية موجبة أو تحتوي على شحنة حقيقية موجبة في هذه الحالة لدينا هاريد الألكيل Rx كما تلاحظون في هذه الرابطة هي رابطة قتبية حيث أن الشحنة هنا متجهة الشحنة الجزئية أو الكثافة الإلكترونية متجهة نحو الهالوجين X وبالتالي إذن يصبح لدينا هناك ذلك رابطة قتبية وكما تلاحظون توجد لدينا شحنة جزئية موجبة على الألكيل وبالتالي إذن هناك تفاعل بين النيكليوفيل الذي يتمثل هنا في R مع الشحنة الجزئية السالبة فبالتالي سيقوم بمهاجمة الشحنة الجزئية الموجبة إذن هذا التفاعل يسمى بتفاعل الاستبدال حيث أنه خلال عملية هجوم الألكيل على الألكيل S الذي يحتوي الشحنة السالبة على الألكيل الذي يحتوي الشحنة الجزئية الموجبة خلال هذا الهجوم يتم كسر الرابطة بين الـ R و X وقيام رابطة بين الـ R و R فنتحصل بذلك على الألكان التالي وكذلك MgX مع X MgX موجبة مع XL بيعطينا MgX2 إذن في هذا التفاعل قمنا بشرح تفاعل الاستبدال النكليوفيلي والذي يتمثل التفاعل بين نيوكليوفيل الذي يحتوي على كثافة إلكترونية وإلكتروفيل الذي يحتوي على فراغ إلكتروني حيث تمثل الشحنة القطبية أو الجزئية السالبة هنا الكثافة إلكترونية على الألكيل في كاشف جرينيارد والذي يمثل المهاجم إذن فالمهاجم هنا هو الذي يحتوي على الكثافة الإلكترونية ويسمى نيوكليوفيل وتمثل الشحنة القطبية السائج موجبة نقص إلكتروني ولها القدرة هنا على تقبل الهجوم ويسمى بإلكتروفيل إذن الإنجذاب الإلكتروستاتيكي بين الشحنة الجزئية السالبة والشحنة الجزئية الموجبة هو الذي أدى إلى استبدال نيوكليوفيل في هذا التفاعل الأخير هنا مثال يتمثل في كلوروميثايل مع الماغنيزيوم يعطينا كاشف جرينيارد التالي الذي يتفاعل بالتالي مع الإلكتروفيل هنا المتمثل في الكاربون الذي يحمل الشحنة الجزئية الموجبة وبالتالي يؤدي إلى تكوين الإيثاين والحصول على الانجي سي آل 2 ترجمة نانسي قنقر